إلى موسكو يصل كبير ديبلوماسيين الصينيين مباشرة بعد أعلن وزير الخارجي الصيني استعداد بكين لتعزيز العلاقات مع موسكو. هي زيارة تقول الصين إنها لتقديم رؤيتها بشأن مبادرة الأمن العالمي. والاقتراح الأمني يهدف بحسب بكين إلى دعم مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وهو مفهوم أيدته روسيا سابقا. كما يأتي لتحديد المفاهيم والمبادئ الأساسية للأمن والسلم الدوليين. الدبلوماسي الصيني كان قد دعا إلى تسوية عبر التفاوض والحوار للحرب الأوكرانية خلال توقفه في هنغاريا قبل زيارة موسكو. وزير الخارجي الصيني تشينجانغ أعرب من جهته عن قلق عميق من احتمال خروج الصراع الأوكراني عن نطاق السيطرة، داعيا الولايات المتحدة إلى توقف عن إشعال التوترات والتربح من ذلك. سنواصل الحث على السلام وتعزيز المحادثات لإيجاد حل سياسي في أوكرانيا. وبالتعاون مع المجتمع الدولي سنعمل على تعزيز الحوار والتفاوض ومعالجة مخاوف جميع الأطراف والسعي لتحقيق الأمن المشترك. وفي هذا الإطار نحث دولا معينة على التوقف فورا عن تأجيج النار والتوقف عن إلقاء اللوم على الصين، كما التوقف عن تأجيج الوضع في أوكرانيا اليوم ولاحقا في تايوان. الصين أوصلت رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة من دون أن تسميها، خصوصا وأن واشنطن كانت قد حذرت بكين قبل أقل من 24 ساعة من عواقب تقديم مساعدات عسكرية لروسيا في حربها. لم تندد الصين بالخطوة الروسية بعد، ورفضت تسميتها بالغزو، إلا أنها تندد بالحرب عموما رافعة راية الحوار، التي قد تأخذ حيزا أكبر عبر خطاب السلام المتوقع أن يلقيه الرئيس الصيني في الذكرى الأولى للحرب.